السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنشرح فيه المعادلات الكيميائية l'execution chimique وبالطبط سنركز به على موازنة المعادلات الكيميائية الشرح في هذا الفيديو سيكون يناسب سوى الذي يقرب العربية أو الذي يقرب الفرنسي وهذا الشيء الذي سنشره في هذا الفيديو سيكون مهم جدا بالنسبة لجميع التلاميذ وكي تستفيد من هذا الفيديو بشكل كامل ستركز كثير من هذا الشيء الذي سنشرح لك في هذا الفيديو لا تسمع فقط الهضرة من ودن وتخرجها من ودن يجب أن تركز معي لكي تفهم مصلاحك وفي الأخر يجب أن تخدم نماذج التمارين التفاعلية التي سنجعلها في الغصف ولماذا لا تزيد التمارين أخرى من المقرر الدراسي نريد أن نقوم بأمور أخرى في بعض الأمور التي نحتاجها في هذه الموازنة وفي هذه المعادلة الكيميائية بصفة عامة فمن ذلك الأمور التي نحتاجها وهي كيفية التعبير على التفاعل الكيميائي كما تعرفنا في الفيديو أن هناك ثلاثة طرق لتعبير على التفاعل الكيميائي من بينها الموديلزازيون أو النمذجة التي يكون فيها نمادي جديد الضرات والجزئات بحلعة الشكل أو بالبيلون بالحصيلة التي يكون فيها أسماء الضرات أو الجزئات التي تفعلها بعضياتهم بهذه الطريقة أو من خلال المعادلة الكيميائية الإقواصيون شيميك أو الإقواصيون بيلون المعادلة الحصيلة التي تكون بهذه الشكل وهذه هي التي تتمنى هنا إذن نريد أن نكتب معادلة كيميائية التي تسمى بالفرنسي الإقواصيون شيميك والذي لديها اسم آخر وهو الإقواصيون بيلون بالعربية تسمى بالمعادلة الحصيلة فنكتبها بهذه الشكل نستعمل في الكتابة لها الرموز الكيميائية السيمبول والصياخ الكيميائية لفرماية الشيميك من الجزئات التي تفعلها مع بعضياتهم والجزئات التي تكون في النواتج في الخضوة فكيف لا ترى معنا في نموذج هذه الإقواصيون شيميك هذا التفاعل الكيميائي ما نكتبها هنا؟ نكتبها هنا نكتبها في السي 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 هي السيمبول هي رمز ضررات الكربون أو ما هي هي صيغة كيميائية من الجزئات التيوناء الأكسجين هي فرماية الشيميك ديوكسجين وفي الخضوة أو النواتج لدينا السي او دو ما هو السي او دو السي او دو هي صيغة كيميائية من الجزئات الديوكسيد الكربون توناء أكسيد الكربون إذن عقل مزيان في المعادلة الكيميائية لا تكتبوش الأسماء ذي المواد كنكتبو الرموز أو الصياغ الكيميائية ثانيا أكثر حاجات يغلطوا فيها التلاميذ وهي الخلط ما بين البيلون اللي هي الحصيلة والإيقواصيون بيلون اللي هي المعادلة الحصيلة عندما تسمع الإيقواصيون وخا تكون حدها بيلون عرف أن تكتب معادلة بالرموز والصياغ فاذا تكتبو الكري بيلون ككلمة بوحدها يعني تكتب لي الأسماء لا تكتبو الرموز هل تعلم؟ حسنا نبدأ من هذا الشيء وسأجعل مراجعة لأحد القوانين أحد اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي هذا قانون مهم في الإيقواصيون شيميك ستحتاجه كثيرا في المعادلة الكيميائية ماذا يقولك هذا القانون؟ هذا القانون يقولك بكل بساطة أن العدد والنوع اللي هي اللي هي المتفاعلات يساوي عدد ونوع أو يطابق عدد ونوع النواتج اللي هم اللي بخضوية مثلا نبقى في المثال لدينا في هذا التفاعل الكيميائي ضراء الكاربون كالتفاعل مع جوش ضراء الأكسجين كي يعطي لنا واحد الجزئة مكونة من ضراء الكاربون وجوش ضراء الأكسجين إذا ما نبقى في هذا التفاعل؟ هذا التفاعل تم تطبيق هذا القانون إنحافظ الضرات كونسيرفاسيون دي زاطون قوعدنا نفس الضرات من النوع والعدد ونقول أيضا على هذه المعادلة أنها متوازنة إكيليبري إذا نركز معي مزيان عندما نقول لماذا معادلة كيميائية أو إكيليبري أو متوازنة فإن تكون عدد نوع الضرات المتفاعلات أو اللغي أكتف كي يطابق عدد نوع الضرات النواتج اللي هم الخضوي فأريد أن تخيل هذه المعادلة كيميائية بشكل مزيان فهذا اللغي أكتف أو المتفاعلات كانت في الكفة ليصرية مثلا وهذا النواتج كانت في الكفة ليمنية خاصة هذا الكفوف الميزان يكونوا متوازنين يعني مهابطين مطالعين بجوجهم مساوين ولكن وش ديما كيكونوا مساوين فقال المعادلات لا مثلا لدينا هذه المعادلة الثانية لذلك تعرفنا عليها في الدروس اللي فاتوا لدينا H2 بلوس O2 كتعطي لنا H2O هذه معادلة كيميائية صحيحة ماشي غلطة ولكن وش متوازنة وش إكيليبري لا ماشي إكيليبري إذا أضعناها في الميزان سألقوا أن المتفاعلات لديهم عدد دري كثير من النواتج يعني الكفة المتفاعلات ستحبط والكفة النواتج ستخرج لفوق إذن هذه معادلة كيميائية ماشي متوازنة إذن كيف نوازن شي معادلة كيميائية كمو أكيليبري إذن كمو أكيليبري لكي نبسط لك هذه الموازنة أو الإكيليبري أريد أن تخيل معي أن هذه المعدلة كيميائية سأضعها في ميزان الخضار كما ترى في الفيديو النت في الكفة الأصرية سأضعنا المتفاعلات التي سيأكتف هما H2O و في الكفة لمنية سأضعنا النواتج هما H12O الميزان كيف سيكون في هذه الحالة؟ سأرى معي هناك ضرط الهيدروجين وضرط الأكسجين في لسر وضرط الهيدروجين وضرط الأكسجين في لمن إذن الكفة اللمنية ستكون طالة على ليسرية ليسرية ستكون تقيلة لأن ليسرية لديها عدد أكثر من ليسرية وأنا أريد أن تفكر معي كيف يكون الخضار تقضية وكيف تكون تقضية كيف تضعها في الميزان هبطات تحت ما يفعله؟ كيف يزيد في العبارة؟ لماذا يزيد في العبارة؟ كيف يكون الكفات متوازنين كيف يمكن أن يعرف العبارة التي لديك ويعطيك التمال الذي يجب أن تخلص ما سنفعله لكي نوازن هذه المعادلة الكيميائية التي لدينا لم نوازنها؟ سنزيد هذه العبارة؟ لا سنزيد الأرقام ليس العبارة يعني إذا كان لدينا ضرط الهيدروجين وضرط الأكسجين في المتفاعلات وضرط الهيدروجين وضرط الأكسجين في المتفاعلات سنزيد الأكسجين في المتفاعلات لكي يكون المتوازنين فأنتداب المبدأ الموازنات المعادلات وهذا يتم الموازنة ولكن تأخذها على شروط هذه الشروط ستتعرف عليهم بالطبيق سنطبق الموازنة على هذه المعادلة التي تمنا ولكن ما سيتم إنتدابها؟ ستأخذ واحد وستيله وسيتطبق نفس الخطوات التي تفعلها ستكتبها في الدفتر لتعقل على الخطوات وستطبقها من التي تكون تدوز الفرد أول ستنقل في الدفتر الواسخ لديك المعادلة كيف هي لدينا H2 زائد O2 ساهم يعني H2O ماذا نفعل؟ نفعل خط يفصل بين هذه المتفاعلات والنوايج جهة المتفاعلات نكتبها الرموز ونكتبها أرقام هذه الدرات مثلا لدينا H2 يعني أجل 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 الضرات هو H أجل 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 أو أجل 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 حيث ونكتب أجل الأرقام الأنوايج أجل 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 لأننا فقط نضرب أجل 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 الرقم أجل لتعرض أجل 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 لا لا أجل 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 الرقم أجل سعيد أجل أجل قبل O ولكن هذا تعتبر خطأ لماذا؟ لأن هذا O ليس دارة منفصلة لا، هذا O ستبع على واحدة الجزئة اسمتها H2O إذا إذا كان شرقها ستزاد ستزاد مرة الجزئة أو ستزاد الجزئة يعني ستزاد قبل H بهذه الشكل هذا تعتبر صحيح إذا لماذا نفعل الجزئة قبل H2O ماذا؟ ستزاد جزئة H2O ونضرب جزئة في أسفل يمين H ستزاد جزئة يعني نضرب بعض ضرات H ونضربها في واحد يعني جزئة O يعني إذا لماذا لدينا ضرات الهيدروجين وضرات الأكسجين من بعد أن نزلنا لهم جزئة هنا وزلنا O حيث إذا لماذا لدينا جزئة كما كانوا في المتفاعلات ولكن تخلق لنا واحد المشكلة جديد وهو ضرات الهيدروجين ما هي ضرات الهيدروجين التي كانت في المتفاعلات بكل بساطة نرى الرقم من الخاصة ضرب جزئة وضرب جزئة في المتفاعلات فإننا على الرقم جزئة وضرب جزئة لذلك جزئة جزئة وضرب جزئة في يسار ما يقول يعني جزئة ضرب جزئة وضرب جزئة مثل الهيدروجين يعني إذا وعدنا 4 اضطرات الهيدروجين في المتفاعلات كيف مكينين في النواتيج بهذا الشكل هذا سنكون وزننا هذه المعادلة سنطبقوات الشيء التي تعرفنا عليه في هذه المعادلة التالية التي تمكم لكي تزيد تسعبه أكثر ولكن سيحتاجك تقيد هذا الشيء الذي كنت أكتب لك في الفيديو خطوة بخطوة لكي تبقى عقل على هذه الخطوات وتقدر تطبقوهم فيما بعد فالمعادلة لدينا هي Mg-O2 تقوم بعمل Mg-O أول شيء التي تقوم بها هي Mg التي تكون جوزة الحروفة الحرف الأول كبير والثاني صغير يعني أنها ضرة واحدة يعني رمز ضري سينبول ضرة واحدة وما لا تكون أنت تعرف كيف تسميتها عندما ترى حرف كبير وحرف صغير أعرف أنها ضرة واحدة عندما ترى جوزة حروفة كبيرة أو ثلاثة كبيرة أعرف أنهم ثلاثة ضرات أو جوزة ضرات مختلفين أقل على هذه إذا، سوف نضع الجدول الأعادة سوف نضع الجهة المتفاعلات التي تقوم بها ونضع Mg من هذه الدرة واحدة في المتفاعلات ونضعها طولة تحت ونضع O ونضعها جوزة سوف نضع الجهة المخضوية أو نواتج سوف نضع Mg ونضعها واحد ونضع O ونضعها واحد حتى منها غير واحد فهنا كنلاحظوا في انكير الفرق الفرق كان لدينا في الضرة O ففي المتفاعلات كان لدينا جوج ضرات وفي الخضوة اولى النواتيج والتي لدينا غير ضرات واحدة إذن خاصة المعادلة التوازن فاشنو غدي نديرو غدي نمشي وجهة النواتيج وغدي نضرب واحد في جوج كتأطيلنا جوج يعني خاصة نزيد رقم جوج لأو فين غنزيد هاد جوج واش غدي نزيدها في أسفلية من أو لا سنزيدها في اليسار ولكن واش في اليسار ديال حرف او للرمز او لا لماذا؟ حيث او داخل في واحد الجزئة اسمتها ام ج او إذن غدا تزاد هاد جوج هذي قبل من ام ج قبل من الجزئة كلها فملي كنزيد جوج قبل من الجزئة كلها كتولي جوج كتأطر على الجزئة كلها يعني غتأطر على ام ج كيف ما غتأطر على او إذا ولتعدنا جوج ضرات او موازنين فغيو اللي وعدنا حتى جوج ضرات ديال ام ج لما كانوش فهم اللي كنشوفو في المتفاعلات كانت عدنا غير ضرات ديال ام ج وهنا في النواتيج دابا وعدنا جوج ديال ام ج وجوج ديال او بالنسبة ال او راه موازنين كيف مما كانو كيف مما وعدنا بخضوية داب خصنا نفهمو مع الضرات ديال ام ج فاشنو قد نديرو؟ قد نمشي واللي غياكتي فعدنا منها واحدة إذا نضرب واحد في جوج وهذا شي كيعني اننا خصنا نزيد جوج لهذا ام جوج كيف سنزيد جوج؟ سنضعها في سعر ام ج كيف ما كتشوفه فمن اللي كنزيدوها دابا كتولي المعادلة متوازنين يمكننا نعود ونقرأها باش نتأكده لدينا جوج ضرات ديال ام جوج ضرات ديال ام جوج ضرات الاكسيجين في سعر نتأكد circuits ويقوم بتعرف نموذج اخر يكون معقدة للمبادية الأولى هو PzO2 يقوم ب P2O5 نفعل نجدول بالعادة بي قدامها واحد لأنها ستضرر واحدة منها ونفعل O قدامها جوج ندازل نواتيج بي قدامها جوج وقوم بي قدامها 5 حسناً، سنلاحظ الفروقات التي لدينا في النواتج يوجد حالة ب ولكن في المتفاعلات يوجد حالة واحدة سوف نأخذ المتفاعلات سوف نضرب حالة بهم في جوج سوف نضرب رقم جوج للحرف ب أو الرمز ب سوف نضرب جوج قبل بي فهذا لا يصر كالعادة سوف نضرب أو في النواتج 5 ولكن في المتفاعلات نقسم 5 جوج ماذا سنقسم الأدتاة خمسة اللاجوج تخرج لنا جوجونس ما سنقومه نقام الجوجونس وليس في اليسارة فرص نتشاؤه سنقوم بإمكانك عشرية ماذا سنقوم بتأكيد المساكل كيف يقسم 5 جوج سنجدها كار إذا سنقوم بإمكانك 5 جوج في صار O ولكن إذا كانت تسمى وزن هذه المعادلة الكيميائية لا لماذا؟ حيث لا يجب أن يكون الكسر في المعادلة الكيميائية لكي تسمى وزنه كيف سنحيض الكسر؟ بما أننا خمسة نقسمها على جوج سنستعملوا جوج لكي نحيض الكسر سنضرب المعادلة كلها في جوج سنفتح جوج للمعقوفتين سنضرب المعادلة كلها في جوج واركز معها في هذا الشيء سنضرب معادلة كلها في الجوج سنضرب 5 اربعة تضرات B سنضرب زائد وكسر خمسة على جوج تسوى الجوج ونصف و الجوج نصف في جوج هي 5 سنضرب خمسة ثم سنضرب نواديج أن في النواديج سمدقوا سنضرب جوج لا سنضرب إليها في الجوج فچوه بالضرب مرحب لكي تكون لديك رقم الموازنة التي تضعته كيف حل الكاسر؟ لديناها لنوازنه كيف حل الجوج التي كانت قبل من P لديناها لنوازنه ب P سنضرب الجوج في الجوج أو الجوج في الكاسر بما أنه لم يوجد رقم الموازنة قبل من P في النواة سنضع الجوج ديريكت كما نتأكد أننا وزنا هذه المعادلة جيدة سنفعلها مراجعة هذا الشيء الذي نفعله معكم في الفيديو ستقيده حتى أنت في الورقة و تقل على هذا الزيتاب أول شيء لدينا هي 4 طرات بي إذن سيضع بي ويضع قدامها 4 من بعد لدينا 5 ديال الجزئات في توناء الأكسجين إذن سيضع 5 في الجوج سيضع 10 إذن لدينا 10 ديال أو سيضع أو وقدامها 10 لديه سدابة النواتج لدينا في النواتج هنا لدينا جوج قبل من جزئة التي تكون من جوج ديال أنواع الطرات اللي هما بي و أو إذن هذه الجوج اللي كانت في اليسر ستأثر على بي وتأثر على أو إذن سنضرب جوج في جوج سيضع 4 يعني سنضرب بي قدامها 4 و سنضرب جوج في 5 سيضع 10 إذن سنضرب أو قدامها 10 سنقرن كيف ترى معي المعادلة موازنة نفس الأرقام ديال الدرات اللي لدينا في النواتج وما اللي لدينا في المتفاعلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مهارت